بسم الله الرحمن الرحيم ومنازلهم ويتقربون إلى الله تبارك وتعالى بحبهم كما قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه فأهل السنة يتقربون إلى الله بمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويدينون لله عز وجل بموالاتهم جميعا ولا يفرقون بينهم بل يرون أنهم كلهم أئمة هدى وأنهم على خير وفضل وأن الله اصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ومما يدخلوا في عقيدة أهل السنة في الصحابة اعتقادوا تفاظلهم فأفضلوا هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون وترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضل كما قرر هذا العلماء وكذلك أهل السنة يعتقدون من بقي من العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم كلهم على خير وفضل ويشهدون لهم بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم أفضل من بقي بعد هؤلاء الأربعة الخلفاء كما أن أهل السنة يدينون بالإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم ولا يخوضون في أعراضهم ولا يتكلمون فيما شجر بينهم من خلاف رضي الله عنهم بل يتولونهم جميعا ويعتقدون أنهم على خير وفضل وأن الله عز وجل وفقهم لخير عظيم من الإيمان بالله والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمن ليس له بعد التوحيد شيء يتشبث به ويرجو به النجاح عند الله عز وجل أعظم من أن يلقى الله بمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله التوفيق للجميع هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين